اشتركوا في القناة المستمعي اذاعة والطاقم التقني لصاحبنا كل يوم احد سيما حمد في البداية كيف العادة رحبوا المستمعين ذكروا بمهمة الوافق العالمي اللي تتمثل في الوساطة بين اذاعتنا والمستمعين اذا المستمع عنده اذاعت فاعل على برنامج اذا عنده مقترح اذا عنده ملاحظة او نقط مرحبا به عن ناس موكل ردود الفاعل ندرسوها ونجاوبوا عليها. طريقة الاتصال يمكن مراسلتنا على باريتنا العادي الموجود على الموقع متاعنا راديو اكسبرسافين بون كوم كذلك مراسلتنا على الموافق العالمي موزع الصوتي سبعين سفر حداش خمسمائة وخمسة وخمسين سبعين سفر حداش خمسمائة وخمسة وخمسين كما يمكن الاتصال الموافق العالمي على رقم اربعة وتسعين سفر خمسة وخمسين ميتين واثنين كل يوم اه اثنين من كل اسبوع من تسعة متاع صباح الى مرتصف النهار نمشي وتولي ردود الفاعل اللي تلقينيها على الفيسبوك خلال اسبوع المنقذين نبدأ بالنقطة الاولى قالت التطبيع كان هذا تعليق للمستمع جيك سالح كاعرف نفسه على تصريح وردناه يوم ستة وعشرين مارس الفين واربع عشر لمحامي والنشط الحقوقي ادم المقراني قال فيه انه قرار مجلس الامن المتعلق بواقف اتلق النهار في غزة جاء متأخرا ونكنه انتصار للشعب الفلسطيني الجواب هو ان الحكم بطبيعة الحال اي حكم هو تقديري كل واحد يقدر بطريقه ولكن رأينا ذلك في مناسبات مختلفة ولكن نعتنا بقناة التطبيع هو قطعا غير مقبول نحن لا نطبع مع اي كان وتاريخنا ومصارنا يبين ذلك بوضوح كان على المستمع الكريم من جهة اخرى ان يبير ان يبرر تعليقه لنتمكن من الاجابة عليه معناها بلغة اوضح بشيقول لنا كيف نحن نطبع ونحن بطبيعة الحال لن نطبع لم نطبع ولا نطبع النقطة الثانية هات الاخبار بالعربي برشة وانسل يقرؤون الفرنسية ويعيشون في بلدان لا يتكلمونها كان هذا تعليق المستمع اسامة زواغي على اخبار اولدناه بالفرنسية باللغة الفرنسية يوم 25 مارس 2024 يخص اتهامات مسؤول سابق الجواب مش اول مرة ليقع تقديمه لكن عودوه تعميم الفايدة هو في مناسبات سابقة قلنا انه برغم من اعتمادنا اساسا على اللغة العربية في تقديم اخبارنا فانه يحصل احيانا ان تريد بعض الاخبار باللغة الفرنسية وهي لغة مستخدمة في بلادنا ونذكر انه عديد الجامعات والمؤسسات في تونس تدرس بهذه اللغة في مجالات عدة وخاصة في التدريس علما ان ظروف منطقية تملي علينا احيانا استخدام اللغة الفرنسية في تقديم الاخبار على الموقع نمشيون النقطة الثالثة اه هو اه تساؤل وتعليق يقول فيه المستمع مروين ايسك قدم نفسه يقول اي صفقة فيها فساد مستكرش وكل الصفقات عقلية وسرقة هذا علق المستمع هذا على اخبار رشان ناهي 26 مارس 2024 تحدث عن امضاع صفقة انجاز القصة الثانية والرئيسي للجسر الجديد ببنزرته جوابنا هو الاتي خبر تعلق بامضاع صفقة بمقر وزارة التجهيز والاسكان في تونس هو خبر رسمي وهو مؤكد اما التعليق من المستمع الكريم ففيه توجيه تهمة وفيه تعميم غير مقبولين عاما بصفة عامة يقول انه الكل الصفقات فيها فساد وهذا بطبيعة الحال غير منطقي ولا معقول ولا يقبل المنطق الشيء بصفة عامة لا يمكننا ان نتبنى هذا الموقف او نعتمده بالمرة ونحن ابرياء منه نمشي بالنقطة الرابعة والاخيرة كلام معقولي احمد الصالحي يقول للمستمع محمد ونيس وذلك تعليقا على حديث صحفي احمد الصالحي على التشكيلة اللي شركت بها تونس مؤخرا ضد المنتخب الكرواتي مذبين توقف عند الجواب هذا لان الجواب يعكس واقع صحيح هو انه مثل ما يحصل لبعض المستمعين نقد وانتقاد بعض منشطين وكورونيكارنا في مجالات مختلفة وبالاساس في الاذاعة فهناك من يوافق المواقف ويعاضد هذه المواقف وهو شيء عادي ومحبث لان الاراء والمواقف دائما هي مختلفة ولو اعتقد البعض خطعا ان البعض يخطأ ويعتقد البعض بان رأيهم هو الاصوب وهم الذين يحملون الحقيقة الحقيقة ليست واحدة هي مختلفة والاراء مختلفة ونحن لا نقصي اي رأي كما لا نفضل اراء على اراء اخر في النهاية نذكروا بطرق الاتصال وتواصل معنا يمكن مرسلتها على بريدنا العادي الموجودة على الموقع متاعنا راديو اكسبرسافين فونت كوم يمكن نزيدها مرسلتها على الموافق العلامي على الميل على المسجر الصوتي سبعين صفر احداش خمسمائة وخمسة وخمسة وفين ورقم الموافق العلامي اربعة وتسعين صفر خمسة وخمسة وثنين وذلك من يوم الاثنين من كل أسبوع من تسعة أصباح إلى منتصف النهار بتبعه إذا عنده المسلمين إذا عندهم مقترح إذا عندهم ملاحظة إذا عندهم نقد مرحبا بيهم في كل الأوقات شكرا لك سي محمد جونتار شكرا ويومكم سعيد أهلا مواصلين معكم حتى للتسعة متبات وشهر